جيداً جيداً، كيف حالكم؟ أحبكم كثيراً جداً اليوم يوم يومي اليوم يومي 7 يومي 2020 اليوم يومي 2 سمسياً سوف نقوم براجعة راجعة يعني مراجعة بالدرام المراجعة رابع خامس و سالس هذه المراجعة لكم كل ياتكم عن الباسيك كرامر يعني هاي قواهد أساسية مهمة لجميع هاي المراحل اوكي اليوم يتحدث عن أقسام الكلام أقسام الكلام طبعاً تعرفتها قبل ولكن أريد أن أتذكركم أنا بس بدي أذكركم أنتو هادرستو من قبل ما هي الأقسام الكلام؟ نمبر 1 ناونز ناونز اللي هي الأسماء ناونز 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 inconjunctions اللي هي حروف العطف number five prepositions prepositions اللي هي حروف الجري number six adverbs adverbs اللي هي عطلروف and number seven adjectives adjectives اللي هي الصفات okay today I will talk about nouns pronouns and verbs okay and the second time I will talk about adjectives adverbs prepositions and conjunctions الآن انظر هنا النوم اللي هي الأسماء أهم شيء يبتن اسم للتو بارت اللي هي النامز والنامز العاديين شو الفق بين النامز والنامز العادية النامز هي النام الاسم اللي إحنا بنسميه لإشي معين يعني يور نيم اسمك أحمد زيد عوني ريان عبدالله ليان ليلى هدول إيش هدولا يور نيمز اسماءكم صح؟ مثل هاي الاكزامبلز سامي ليلى اسماء أشخاص جوردان استانبول اسماء مدن هو بلدان الجيل صالح اسم اسم المدرسة اسم المنهاج أو البوك طبعنا اللي بندروسه إذن النام هو الاسم اللي أنا بطلقه على شيء معين هذا طبعا من أهم أقسام الأسماء النونز العادية اللي هو الاسم العادي اللي بدل على إشي عام أوكي مثل تابل طاولة حاوس بيت اير هوا ريس بيكت احترام لايت ضو مون قمر كلاس صف أوكي إذن هدول لهم أهم شي لازم تعرفوا بالنسبة للنونز لما أنا أحكي استخرج لي نون من الفقرة أو من الجملة بتكتب حثيها إما عن نام مثل هيك أو عن نون عادي مثل هيك هلا بشكل عام شو هو النون هو اللي بدل على شيء معين ما بيوصف مش فعل بنقوم فيه لا نون هو اسم بيدل على شيء معين سواء هالإشي ملموس أو غير ملموس يعني عندنا مثلاً ريس بيكت احترام ريس بيكت ملموس لا بس هو النون اوكي ناو لك هي برو نونز برو نونز اللي هي الضمائر متل ما حكينا اللي برو نونز از ديفادي تو بيسيك ثري بارت اللي هي ممكن يكون اللي برو نونز سبجيكت فاعل أو ممكن تكون أبجيكت ما فعل به أو ممكن تكون بوسيسي في برو نونز اللي هي ضمائر ملكية طبعاً البوسيسيف برو نونز فيه لها كمان أنواع بس هلأ أنا بدي أحكي عن الإشي البيسيك الأساسي اوكي ازاً لبرون نونز لما أقولكم أعطوني برو نونز يا رابع أو خامس أو سادس بدك تدور على واحد من هدول الضمائر هلأ في حالة السبجيكت الفاعل الضمير اي اللي هو معنى انا اوكي شو بيكون بحالة الأبجيكت شو بيكون بحالة البوسيسيف ماي اوكي الضمير يو اللي هو معنى أنت أو أنتم هادا بحالة السبجيكت شو بيكون بحالة الأبجيكت كمان يو بحالة البوسيسيف يو اوكي ده نونه اللي هي معناها هو بحالة السبجيكت بحالة الوبجكت هم بحالة البوسيسيف sorry هز ده بنان شي ضمير شي اللي هو معناه هيا بحالة السبجكت شي اوبجكت بصير هير بحالة البوسيسيف بصير كمان هير لو ده بنان ات اللي هو بيستخدم بمعنى هو للجماد والحيوان بحالة السبجكت ات وبحالة الوبجكت كمان ات وبحالة البوسيسيف ات the pronoun they اللي هو معناه هم بحالة السبجكت they الوبجكت بصير them وبحالة البوسيسيف بصير their and the last pronoun which is we اللي هو معناه نحن بحالة السبجكت بكون we اذا كان object بصير us اذا كان بوسيسيف بصير our okay now look here verbs verbs اللي هي متل ما حكينا الافعال هلا ال verbs is divided into two basic groups بنسمو المجموعتين اساسيتين اللي هي لها معنا okay we will talk about main verbs بالنسبة لأفعال بأسهيل اللي هي لها معنا I will give you some examples go يذهب play يلعب eat يأكل sleep ينام love يحب which يتمنى okay باجع كمان بأكد سواء كانت ملموسة او غير ملموسة هي verbs وإلها معنين سواء كان اشي متل go يذهب هو اشي احنا بنعمله او متل wish يتمنى هو اشي احنا بنتمناه بس يعني ما بنعمل اشي معين يعني بنتمنى بذهن نبس لكن هاي كلياتها main verbs هي افعال إلها معنى هي اللي بتعطي المعنى للجملة okay here helping verbs متل ما حكينا هي افعال مساعدة ما إلها معنى لكن هي بتعطي يعني بتخلي الجملة صحيحة من ناحية grammar يعني قواهديا بتخلي الجملة تصير صح okay now helping verbs is sorry are consist of four groups في إلها أربع مجموعات the first one is verb to be verb to be بينقسم إلى is و are و am was where and been طبعا is و are و am للمضارع was و where للماضي و been هو التصريف الثالث the second group المجموعة الثانية هي verb to do okay اللي هو تصريف الفعل do بينقسم إلى do does did and done do and does هم للمضارع did للماضي و done هو التصريف الثالث the third group is verb to have verb to have اللي هم التصريف الفعل have okay بينقسم إلى half has had هلا have و has بنستخدمهم للمضارع و had بنستخدمه للماضي وهو كمان التصريف الثالث the last and fourth group is models models اللي هم دائما نستخدمهم أو غالبا للتعبير عن المستقبل future اللي هم من أهم الأمثلة عليهم will shall may might would should going to ها هي models group طبعا اللي بيميزهم أنه دائما بعدهم بيجي الفعل base يعني مجرد okay so هذا أهم شي بديكم تعرفوا لي عن verbs المين verbs وال helping verbs إذن لما أنا بكون عندي paragraph أو sentence وبطلب منكم تستخرجوني verb على إيش راح تدورو إما حتدورو على verb مثل هدول إلو معنى محدد أو راح تدورو على helping verb من هدول الفار groups okay